وازاي ان احنا ننمي في ولدنا الرقابة الزاتية السيطارة الزاتية المسئولية الزاتية بدون تدخل مننا اللي هي مرحلة فطام قبل الجامعة من الوفر بروتكشن بتاع الاهل اللي هكبروا بقى خلاص ده الحكاية تبدأ من من نص السنة التانية من العمر نص التاني من السنة التانية من العمر يعني دي اولى مراحل الاستقلال في عمر الانسان يعني هو عنده سنة ونص هيبدأ هنا اولى مراحل الاستقلال داخل الحضانة بقى ده لسه ما دخلش الحضانة ده سنة ونص عنده سنة ونص ليه بقى انه سنة ونص بقى الطفل بيقدر يمشي بيقدر يوقف بيقدر يبدل على حاجات بيقدر يمسك حاجات يقدر يأكل لوحده هنا لو الام وعية وشطرة هتخلي الطفل يبدأ يعمل حاجات بنفسه يعتمد على نفسه مش بالكامل بس ايه دي اولى المراحل اللي هتبدأ بقى تزيد كل ما يقدر قدراته تعمل حاجاته اكتر شوي فيه امهات بقى عندهم قلق شديد وخوف شديد وحماية زيدة فيبقوا مكبلين الطفل يعمل له كل حاجة يعني مفروض ان هو يبدأ في السن ده يمسك حاجات كده ويحطها بقى ويقدر يبيعمل ده وهو بيبقى عايز يعمل ده تتخانق معاه عشان تأكله هي بالمعلاقة عشان ما يوقعش على هدوم لا يوقع على هدوم عايز يطلع على كرسي لا ارجع انزل عايز يطلع على كان انزل مش عايز ما تروحش ما تجيش مش عايز فتلاها قاعدة تصرخ عليه طول الوقت ده بيقوم منكمش ويخاف وبعدين يحس ان العالم مليان مخاطر فيحتمي بالام ويبقى هيدخل جواها وهكذا بقى في كل المراحل هي مخوفة مخوفة من الناس ومخوفة من الضلمة ومخوفة من العفريت ومخوفة من الوادر في مدرسة ومهات تانين طالقين عيالهم من وهم عندهم سنة ونص بيلعبوا وبيعملوا اللي بيعملوه هالدول في الحالة دي وبرده لقى يعني برضه صل الطفل ما بيقدرش يقدر المخاطر بالكامل فتبقى برضه هي سيباله مساحة للحرية لكن عينيها على وسائل الأمان وما تبلغش في تحديد وسائل الأمان لأنها بتبقى ساعات أم بتبقى خايفة من كل حاجة وتخوف من كل حاجة ده هيطلع بقى تعارفة إيه خايف حتى لما يبقى كبير بيبقى خايف فلما هيج بقى لمرحلة الجامعة ويدخل العالم المفتوح أصل الجامعة دي تعارفة إيه يعني المدرسة زي ما يكون كان واحد بيعوم في ترع أو في بسين الجامعة دخل البحر المفتوح البحر المفتوح مرعب أمواج عالية وتقلبات وعلاقات وحاجات بيتفاجئ بعدين لسه الحياة يخش على المحيط بقى آه آه بالضبط كده فلو ما كانش متأهل إن هو أو البنت متأهلة إن هي بتتعامل بتخرج تشتري حاجات لوحدها ساعات بتخرج مثلا بتروح للنادي ساعات بتخرج مع صاحبتها ساعات بتزور عمتها أو خليتها أو معرفش إيه كم باش في الصدمة الحضرية اللي بتحسل فجأة